اشتركوا في القناة 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 هتزيح درجة فعشان هيك كانت الارض كلها مية وبعدين جفت المية وكانت جليد قبل ما تكون يعني كل النظريات هاي اللي سلسلوا فيها تاريخ البشرية لحديث الفترة اللي احنا وصلين فيها بدي اعطيكي انا مثل الان احنا كنا في السنوات الماضي نقول تقبل اوزون وتقبل اوزون والاشعة ودخلت الاشعة على الارض وضرت الناس وهذا التقبل الازون اذا كبر بده يصير تسمم وامراض وتنتشر الامراض ورب العالمين في لحظة خلى الناس تكذب كذبة بدناش نقول انه عشان ما ندخلش بالسياسة او ما نحكيش بالسياسة يعني نرجع على موضوع كورونا اصار موضوع كورونا بدناش نقول كذب بدناش نقول سياسي احنا بنحكي انه كورونا ماشي عشان الناس ما يطلعش وحد يقول لك والناس اللي مريضة والناس اللي هذا ونقعد نشرح في الموضوع من اول وجديد صار كورونا تعطلت الدنيا بشطارة الناس بسياسة الناس عطلوا الناس وضبوا الناس في بيوتهم وصار في حذر وقلت السيارات وطفت المصانع وطفت كل اشي فسبحان الله طلع الدراسي قبل فترة انه ثقب الازون سكر طيب لو اجتمعوا كل الانس انهم يسكروا ثقب الازون بعلمهم بيقدروا يسكروا ما بيقدروا ولكن ربنا حافظ الكون بطريقة غريبة عجيبة تصعب على انه الانسان انه يتأمل فيها ويفهمها يعني دعطيكي انا مثل نطلع من المسألة هاي احنا حسمناها يعني هذا الموضوع بايد الله وهاي دراسات وهاي معادلات لا يمكن البت فيها او العمل عليها لانه يعني انا بشوفها بنظريات هاي بالنظريات وبالحسابات اللي انا بشوفها مستحيلة بعيدة جدا عن الاشي اللي احنا فيه الانفجارات والحروب والدمار والتفجيرات هاي عملت ثقب ساعدت على تكبير الثقب لعبت في الجو في اجهزة اخترعوها اه جربوها رفعت الحرارة اه دمرت سوت زلازل سوت عصير سوت هذا لعبوا في البيئة ولكن هايضا مش يقلوا علاقة بالارض انه والله عشان فجروا قم بالنوية زاحت الارض شو دخل هاي في هاي هم بحاولوا يركبوا معلومات على معلومات بيجوا الناس اللي بتدعي علم الفلك بتقول لك هذا العام اه موت المحاصيل ارتفاع الحرارة طب ما يبدأ ترتفع الحرارة يعني الشياب زمان او الختيارية زمان او الناس القدامى بيقول لك انه اذا اجي الشتك بارد كثير الصيف بيجي حام كثير واذا اجي مطر كثير بيجي يعني فيه موازنات للكون موجودة عند الرب العالمين بيوازن الكون بطريقة عجيبة غريبة فبعمل ترتيبات لالو الان فيه كتب موجودة حكيت عنها انا في حلقات اللي هو زي كتاب النبي دانيال اللي هو لا ابو معشر الفلكي بيحكي انه السنة اذا بدت في تاريخ كذا والخسوف اذا اجي في تاريخ كذا معناته سيحصل مثلا حرارة في الشام موت محاصيل في البلد الفلانية وكذا في وفيضانات ووباء في المنطقة الفلانية هو عمل دراسي هو ابو معشر الفلكي عالم فلكي عربي قدير ولكن هاي الدراسات اللي انعملت انعملت ما قبل الخارطة وقبل التوزيعات وقبل التغييرات فيه اشياء بتتغير على مر العصور احنا اللي الناس اللي بدأ تسرق هاي جابت الكتب هاي صارت تتطلع اه اتوقع حدوث موت للمحاصيل اتوقع انه بدو يصير في وباء في المنطقة الفلانية انت عاش اقتصادي مهول في البلد الفلانية سياحة طيب ما هي بيّنوا كلهم كل توقعاتهم ارجعي من بداية السنة لغاية الان ارجع لكل اللي توقعوه بتلاقي كله كلام فاضي ليش؟ لانه مسروق لانه ما الو علاقة بعلم الفلك علم الفلك ما الو بكل هاي الحسابات علم الفلك دقيق انا لما عملت توقعات رأس السنة وهيها موجودة 2020 ما نحذفت ولا تغيرت ولا هي هي موجودة اجيت انا شفت اقتصاد شفت حرب اقتصاد وشرحت ليش حرب الاقتصاد وقلت انها من شهر اثنين لشهر ستة الان اجت كورونا هي سببت الحرب الاقتصاد صار حرب اقتصاد كذبوا عن ناس وما في كورونا عشان يدمروا الاقتصاد عشان يغزوا العالم بالاقتصاد ما بهمني مش شغلي مش وظيفتي ولكن انه حصل انه من شهر اثنين وهيهم في شهر ستة صاروا بدهم يفتحوا البلاد ويفتحوا المطارات وبدأت انتهيها بالتدريج بلشت بدأت انتهي الامور ما لها علاقة عشان الكسوف اجى في اليوم الفلاني فعشان هيك بده يمتد ما بين الكسوف والكسوف واذا الكسوف مش عارف ايه شرحت لها لسنين ما لها علاقة كلها نظريات علوم قديمة وناس اجتهدت فيها ولكن العلم الثابت هذولا اجتهدوا في علم الفلك فعشان هيك الاجتهاد في علم الفلك عشان اغير صيغة علم الفلك معناته انا نظريتي بتظلها فاشل العديد ما تثبت انها هي صحيحة انا ما باخذ في النظريات ما باخذ بالاجتهادات ما باخذ بفلان بلاحظ انه النجم الفلاني لما بيجي في المكان هذه ما بتعنينيش انا بعنيني اللي راقب عشر تلاف سنة الكواكب وهو براقب عليها وبيجد انه كل هذا النجم ما يصل للمكان الفلاني او الكوكب هذا للمكان الفلاني بيصير كذا هذا بعتمد لانها هاي دراسة طويلة ثابتة ما تغيرت ولكن انا بدي اجتهد انه لا زاحت الدرجة ونزلت الدرجة ما اليش فيها ما باخذ فيها انت حر بديك تحكيها بس ما باخذ فيها لانها راح تبين انها خطأ بزبطت معك مرة ماشي ممكن ما تزبط معك عشر ملايين مرة بعدها فنظريات كثيرة في علم الفلك احنا انا بالنسبة للي ما باخذ بالنظريات ما باخذ بتوقعات حسابية محتملة انها تصير يا لدقيق مية في المية بالحساب بحكي يا ما بحكي نهائيا خلينا نروع على التوقعات طبعا القمر حكينا انه هو موجود في برج الاسد توقعتنا اليوم الجمعة تسعة وعشرين خمسة بما انه القمر ما زال موجود في الاسد وهو في مرحلة خلو المسار وهو في منزلة الصرفة والصرفة هاي للربح والضرر والخراب واصلاح الشركاء وثبات الموظفين يعني ممتزجي بالاحداث وانه احنا في فترة خلو المسار والخلو المسار حكينا سلبي وما زال مستمر ورح يظل مستمر لغاية الساعة داعش وتسعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش ماشي الحدث الاهم بنتهي خلو المسار ولكن في فترة خلو المسار نفسه كوكب عطارد له ثلاث ايام بعطينا اشارات انه هو جاعد بنتقل يعني فيه تأثيرات على الارض بانتقاله من برج الجوزاء بده ينتقل للسرطان فعشانك لو لاحظتم في خلال فترة الاسبوع الماضي واليومين القادمات بتكثر الحوادث حوادث السير كثيرة اعطال سيارات كثيرة اعطال اجهزة الكترونية كثيرة التقلبات الجو كثيرة هاي بسبب انتقال عطارد طيب الان عطارد بده ينتقل من الجوزاء للسرطان رح ينتقل الساعة ستة وثمان دقائق مساء يعني بعد الحلقة تقريبا بساعتين يعني احنا منحكي بتوقيت جرانيش قصدي بثلاث ساعات بده النسبة لتوقيت الارضن هو ستة وثمان دقائق بتوقيت جرانيش اللي رح يصير في حركة عطارد هاي مهمة جدا انكو تفهموها وتسجلوها كحسابات او انا ما بظل بذكر فيها في تحركات الكواكب رح يظل في حركة امامية في برج السرطان لغاية صباح يوم ثمنتاش ستة ويوم ثمنتاش ستة رح يشرع في عملية التراجع رح يصير يتراجع يعني بمشي من بداية برج السرطان لا تقريبا العشرية الثالثة حدود العشرية الثالثة وبعدين بيبدأ عملية الرجوع برجع مرة ثانية لبداية برج السرطان حتى صباح عملية الرجوع هاي حتى صباح اتناعش سبعة بعدها برجع لحركة امامية ما يرجع من البداية بعود برجع للنهاية عشان يطلع يوم خمسة ثمانية يطلع لبرج الاسد صباح وصلتكم المعلومة يعني مكوث العطارد الان سنهاي العام هاد مكوث عطارد رح يكون من اليوم لغاية ثمانطاعش ستة وهو موجود في برج السرطان عطارد اللي بمكث واحد وعشرين يوم في البرج فشوف المد قدش اطويل طبعا السلبية هي في فترة التراجع عطارد مش في حركته الامامية يعني هي فترة الانتقال سلبية ولكن في فترة التراجع اللي هي احنا حكينا عنها من يوم اتناعش سبعة لغاية يوم من ثمنتاش ستة ليوم اتناعش سبعة هاي الفترة سلبية جدا يعني بتعمل مشاكل كثير بتعمل انهيارات في البورصة في الاسهم في سعر العملات بصير في احداث كثيرة وبما انه في السرطان يعني هذا في دول كبيرة يعني امريكا برجها السرطان معناته عندها معناته في لعبة رح تصير على الدولار بين الدولار وعملات ثانية في مشاكل رح تصير بالنفط رح تصير في لانه داخل عبرج مائي معناته في السوائل رح يصير في لعبة في اضطرابات في اسعار البورصة في اضطرابات في السوائل وصلتكم المعلومة طيب الان احنا بدنا نحكي يعني هسا اليوم رح نحكي عن الحركة الامامية في يوم 18-60 لا رح نذكر عن التراجع هذا ونذكر التراجع وسلبيات واش رح يأثر وشو الاشياء اللي لازم تحتاطوا منها ولكن اللي عنده اعمال مهمة او عنده اشياء مهمة حابب انه ينجزها فيحاول انه من فترة 18-60 لـ 12-7 هاي يعمل عليها زي علامة استفهام انه انا بالفترة هاي ما بده اعمل عقود ما بده اوقع عقود ما يعني اذا في عندي سفر مضطر جدا بدي بدي اعرف انه بدي اسافر لكن بدي يحمل لبعض الاعطال اذا عندي انا اشي العلاقة بزواج بعقود بارتباط شغلات زي هيك بفضل اني انا تعملوها يا قبل يا بعد ما تعملوها في فترة تراجع طارد ماشي خلال فترة الحركة الامامية الاولى يعني من تاريخ اليوم وحتى 18-6 خلال هاي الفترة الحركة الامامية بيشعر موليد برج السرطان بقوة الفكر والرغبة في الدراسة المطالعة اجراء الاتصالات الضرورية او القيام بالسفريات الضرورية بتكون عندكم القدرة على اقناع الغير بوجهة نظركم بيستفيد معكم موليد الابراج المائية والابراج الترابية يعني العقرب والحوت والترابية زي الثور والعذراء والجذي وكذلك كل شخص تواجد عنده عطارد في برج السرطان ساعة ولادته هسا عشان عطارد موجود في السرطان فهذا يعني انه في تأثيرات رح تصير على الابراج ككل على انه هيتعتبر بيوت الابراج احنا حكينا في توقعاتنا اليومية فكل برج بتأثر بطريقة مغايرة فالحمل بتنصب افكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية الثور بيستفيد الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة وممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن يشتري يا سيارة يا تليفون الجوزة بتنصب افكارهم حول افضل السبل لك الكسب المال السرطان بيشعر بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير باراءهم وبينشطوا في الدراسة والمطالعة والسفر التنقلات والاتصالات الاسد بيبدأوا اهتمامهم بالامور الغيبية اكثر العدراء بيميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء الميزان افكارهم بتفيدهم في العلاقات مع المسؤولين في مجال العمل العقرب بينشطوا في السفر والاتصالات وخصوصا لبعيدة وبيستفيد الطلاب الاكاديميون في دراستهم كامتحانات او تغيير مجال دراسي او انهم بتبحروا اكثر بعملية الدراسة القوس بتنصب افكارهم حول ضبط امورهم المالية المشتركة الجدي بيتبادلوا الاراء والافكار مع الشركاء الدلو بتفيدهم افكارهم مع الزملاء في العمل الحوت بيمارسوا نشاط ادبي وبيحثوا اولادهم على الدراسة طبعا نفس هاي اللي احنا ذكرناها الان لما يتراجع بتصير هاي سلبيات يعني نفسها بتصير سلبيات نفس اللي احنا ذكرناها الان لكل برج نفسهم بصير تأثير سلبي عليهم طبعا حكينا انه القمر رح ينتقل للعذراء في ساعة 11.39 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش تأثير القمر لما بدخل للعذراء منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمارين الرياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك لا واردة ولا شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر انه الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما في لها اي وجود هذا دليل انه هاي فترة يعني هاي بتدل انه كمان على انها هاي فترة ممتازة وجيدة للتخلص من عادي سيئة زي التدخين او شرب الكحول او برنامج غذائي مثلا بوسعنا ادخنا حيوان اليف ومطالعة كتاب بفيدنا بالبدأ بوظيفة او عمل جديد طبعا الزاوية اللي رح تتشكل ما بعد انتهاء خلو المسار وثبات القمر في العذراء هي زاوية وحيدة رح تكون زاوية تزديس ايجابية بين القمر وعطارد في تمام الساعة 31 دقيقة بعد الزهر منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة الى القمر بما انه رح يكون في العذراء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 31 خمسة رح يكون في تمام الساعة 9 و16 دقيقة ظهرا ورح يستمر لغاية الساعة 2 و37 دقيقة بعد العصر لا ينتقل بعدها القمر لبرج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر القمر الان طلع من مرحلة الهلال يعني بلش ينمو باتجاه اللي هي نصل لمرحلة اللي هو بلش يكبر الهلال يوسع بالحجم فعشان هيك عمره سبع ايام في تمام الساعة 8 و35 دقيقة صباحا بصغير 8 ايام نسبة الاضاءة 30% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 26 المزاج يعني منتحس القمر في الاسد ورح ينتقل العذراء حتى يوم 31 المزاج يعني رح يظل لانه خلو مسار طويل ما رح أحكي ممتزج ولكن منخلي ممتحس عطارد في الجوزاء وبدو انتقل للسرطان حتى يوم 18 6 وبعدين ببدأ بعملية التراجع مزاج سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25 6 مزاج منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 6 مزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 9 مزاج منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 7 برضو مزاج منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15 8 وبعدين ببدأ بعملية التراجع مزاج سعيد نبتون في الحوت حتى يوم 23 6 بعدين ببدأ عملية التراجع مزاج سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاج منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طائعا بتظل الأمور العاطفية اليوم شوي متقلبة هيك تشعر بلحظات عندك قوة من العاطفة أو بالحضوض في ساعات بعد الظهر بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأن القمر بصير في البيت السادس بيت العمل وبيت الصحة بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من الأعمال خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فمنشوف بما أنه موجود في البيت الخامس أغلب الوقت ولكن في ساعات ما بعد الظهر أو العصر بتصير الأمور ضاغطة شوي على الوضع النفسي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك من ساعات تقريبا الظهر اللي هو الانتقال للعذراء لغاية غروب الشمس يعني لغاية توقعات القادمة فحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية أو يعني تتجاوز هاي الضغوط بتكون الأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فتقريبا بدي يكون متقلب خلال هذا اليوم على مرحلتين مرحلة بيكون فيها يعني فيه نوع من أنواع التحصيل المادي أو انهماك في مسائل لها علاقة بالأمور المالية ولكن في بعض الظهر بتصير الأمور شوي فيها نوع من أنواع الضغط أو يعني بعض المصاريف الزيادة أو الارتباك المالي أو الدفعات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأمور على مستوى النشاطات والانتصالات والحركة والنقاشات موجودة ولكن بغلب عليك وطابع العنف أو المزاجية العصبية اللي موجودة فيكم فعشان هيك ممكن تختلقوا بعض المشاكل أو ما تتحملوا ردات الفعل فيكون مزاجك في نوع من أنواع العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء يعني إجمالا فيها نوع من أنواع الضغط ولكن في أو الانهماك في مسائل العلاقة بالعقارات أو الترتيبات أو إيشي العلاقة في المنزل أو في شأن العائلة أو مشاكل عائلية أو مشتريات أو ترتيبات يعني هاي الأشياء كلها ممكن يكون في منها شيء ضاغط ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتبلش الأمور شوي تستقر شيئا ما وتدعمك بنوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس والبيت السادس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت الشراكي المالي والعاطفي أو ما بين الأزواج على طبيعتكم بتتعاملوا أو على طبيعة الحدث ذاكم بالنسبة للبيت الثامن تقريبا في ساعات الظهر ممكن تطرأ بعض المشاكل المالية المعقدة أو مش المعقدة المربكة شوي أو ورد على أو يأخذ جهد من وقتك وأنت بتحسب فيه أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور روتينية على طبيعتكم اتصالاتكم نشاطاتكم تواصلكم مع الأشخاص اللي خارج البلاد أو مراسلاتكم بتكون على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة وبيت العمل فأنا شايفه إيجابي فهذا بفتح مجالات للعمل أو التواصل مع شركاكم أو زملائكم في العمل أو رؤساكم أو إنجاز بعض المهام بجدارة عالية جدا وممكن يكون فيه نوع من أنواع الإيجابية القوية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت 11 فأنا شايف الأجواء بلشت تروح بالاتجاه الجيد عشان هيك فيه توافق ما بينك وبين صديق أو تقارب ما بينك وبينه صحيح أنه فيه كانت الفترة الماضية فيها بعض المشاحنات مع شخص معين أو سوء تفاهم ما بينك وبين شخص أوزع لك وعتبك على شخص ولكن من ساعات الظهر بتتغير الأمور بالاتجاه الإيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بترجع الأمور يعني بدك تنتبه أكثر حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تخليها تتراكم عليك وفي نفس اللحظة بدك تتراقب وضعك الصحي بشكل مكثف أكثر برج الثور طبعا برج الثور بما أنه القمر موجود في البيت الرابع لغاية ساعات الظهر عشان هيك بتكون تتجنب ودخل أي تغيير جذري على مساكنكم أو أي خلافات منزلية أو عائلية بتعنيك تحاول تمسك أعصابك حاول أنك تهتم بالإنجازات المنزلية اللي هي كأعمال روتينية حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغط لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات لأنه القمر رح ينتقل للبيت الخامس اللي هو أقوى البيوت بكون لإلك في خلال كل الدورة الفلكية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور ما زال فيها نوع من أنواع الضغط النفسي عليك فعشان هيك الأجواء ما زالت شاحنيتك بالسلبية لغاية ساعات الظهر بعدين الأجواء بتصير روتينية تتعامل مع الوضع بشكل طبيعي في الأيام القادمة رح يكون الجو أحسن على المستوى النفسي ونفسيتك رح تتحسن أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية برضو بتشكل بعض المشاكل المالية أو بتسبب لك بعض الاضطرابات المالية كحسابات أو دفعات أو التزامات أو مشتريات ولكن من ساعات الظهر تقريبا الأجواء بتصير إيجابية بيصير في نوع من أنواع الدعم والإطمئنانات المالية وممكن يجيك رد أو دعم مالي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ما زالت على مستوى التنقلات والدراسة والنقاشات جيدة واتصالاتك ولكن بيغلب عليك شوي نوع من أنواع العصبية لغاية ساعات الظهر بعدين الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة بيصير عندك قدرة على الإقناع وسرعة بديها عالية وقدرة على التواصل مع محيطك أما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل طبعا بتظل الأمور فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل لغاية ساعات ما بعد الظهر بعدين الأجواء بتصير إيجابية ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منكو رح يراقب وضع صحي بتعلق فيه أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي العاطفي فهو روتيني ولكن في ساعات الظهيرة ممكن تظهر مشكلة أو خلاف ما بينكو ممكن تتجاوزها بطريقة لبقة وممكن يكون الأمر لقاء لمصالحة أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضو الأجواء روتينية ولكن في ساعات منتصف النهار ممكن يكون في مسألة إلى علاقة بالأمور المالية إما رد على موضوع مالي أو طلب دين أو تحصيل دين أو أمور إلها علاقة في الأمور البنكية أو صراف أو شيء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني روتينية على طبيعتك بتعمل تواصلك واتصالاتك الخارجية أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمساء الدراسية كلها هاي بتكون روتينية على حسب نشاطك وذهنك أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء إيجابية بتدعمك على مستوى العمل أو تقديم العمل أو إنجاز بعض الأعمال اللي كانت صعبة بالفترة الماضية يعني هم نشاط كامل بكون على مستوى العمل وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل لا إنجاز أمر معين أو لا الثناء على أعمالك أما بالنسبة للبيت الهداعش تقريبا بساعات الظهر بتختفي كل الضغوطات اللي بتتعلق في بيت الأصدقاء في ساعات المساء ممكن يعني يكون فيه دعوة أو اجتماع أو لقاء أو شيء مناسب جدا خلال هذا اليوم بيدعمك وبيغير من مزاجك بقوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فمنقول لك دير بالك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تحاول أنك أنت تجهد حالك كثير اعمل اللي بتقدر عليه الأعمال الضرورية إنجزها راقب وضعك الصحي غذائك وطعامك هذا أهم شيء برج الجوزاء طبعا القمر في البيت الثالث فعشان هيك اللي بيتقدم لامتحانة أو مقابلة بده يركز بشكل جيد بتنقلاتكو برضو بدكو تركزوا أثناء نقاشاتكو وحواراتكو بدكو تركزوا من العصبية والحدية اللي بتكون غالبة على طبعكم أما في ساعات ما بعد الظهر القمر بده يصير في البيت الرابع فشوي الأمور يعني مصير الاهتمام بالبيت وبالعائلة بالعقارات ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي شوي هيك يعني يكون في فرحة أو خبر سعيد أو شيء ممكن يسعدك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى النفسي تقريبا الأجواء أحسن من الأيام الماضية لغاية ساعات الظهر بعدين شوي الأجواء ممكن أن يكون فيها نوع من أنواع يعني هيك نفسيتك ما تكون مرتاحة أو تصير تخطط لأكثر من شغلي مع بعض فيسبب لك نوع من أنواع الارتباق خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء إيجابية يعني على المستوى المالي بتدعمك في بعض المسائل المالية وخصوصا في ساعات ما بعض الظهر بتخفض ضغوط والأزمات والضغط المالي يعني بشكل تدريجي وبتظهر أمامه فرص لتحصيل مالي أو مكسب مالي خلال هذا اليوم بيجي من عمل إضافي أو يعني استرداد لبعض الحقوق لإلك أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء زي ما ذكرناها الثالث والرابع أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء أحسن يعني في نوع من أنواع تقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم ممكن تحلوا مسألة كانت صعبة في الفترة الماضية وممكن تنجزوا بعض الأمور أو صير في تواصل ما بينك وإيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل يعني ما زادت بتشكل نوع من أنواع الضغوطات أو صعوبات في العمل أو ممكن أنه أنت مش قادر تنجز كل الأعمال المطلوبة منك حاول أنك تراقب برضو وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية على مستوى بيت الشراكي على طبيعتكم تتعاملوا خلال هذا اليوم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن فالعمور تقريبا على مستوى برضو الأموال المشتركة ممكن تترأ بعض المسائل خلال هذا اليوم إما رفض قرد معين أو تنوضع في امتحان مالي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلعى علاقة بالامتحانات أو بالمراسلات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتميل للإيجابية فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو يصير فيه نوع من أنواع إنجاز عمل مهم فيه يكون فيه نوع من أنواع الثناء والإطراء على إنجازتك أما بالنسبة للبيت 11 بيت الأصدقاء فما زالت الأجواء ضاغطة ولكن مش مثل الفترة الماضية بلشت تتخف تدريجيا على علاقاتك وعلى أصدقائك ممكن يصير فيه تواصل أو لقاء ما بينك وبين صديق خلال هذا اليوم أو بعضكم ممكن يكون فيه عنده إما لمة يعني بمعنى آخر أشخاص يجوا يزوروه أو أنت تروح تزور أشخاص أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي نفس اللحظة راقب وضعك الصحي وغذاءك بشكل جيد برج السرطان اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة إلى غاية ساعات ما بعد الظهر لأنه فيه ضغط مالي ضغط على الأمور المالية فممكن تزيد عندك المشتريات أو الدفعات خلال هذا اليوم ولكن من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات بتكونوا أهم شيء إنكوا تكونوا أكثر وعي على الطرقات أثناء التنقلات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء إيجابية يعني شيئا ما روتينية مش إيجابية يعني بتتعامل على حسب طبيعتك سرعة بديهتك قوية ممكن إنه تنجز بعض الأعمال الضرورية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني والبيت الثالث فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت الأجواء يعني فيها نوع من أنواع الضغط أو الإرباك العائلي أو بعض الخلافات أو بعض الأشياء اللي ممكن تكون عابرة هيك بين منعطال أو اهتمامات أو تغيير ديكور أو بعض الاهتمامات داخل البيت أو بالأمور العقارية شوي تكون مربكة عليك خلال هذا اليوم ولكن كل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما خفت الأمور هاي وأصبحت الأجواء إيجابية أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي قوي جدا فهذا بيعمل لك نوع من أنواع التوافق العاطفي وممكن يكون فيه لقاء أو تقابل أو شيء جيد عاطفيا خلال هذا اليوم وممكن الحظ يدعمك في مسألة ما أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني على مستوى العمل ممكن ما إلك نفس في إنجاز بعض الأعمال أو يتراكم عليك بعض الأعمال خلال هذا اليوم حاول أنك أنت تنظم أعمالك بشكل جيد يعني إنجز الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو يعني مش غلط أنك تهتم بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي والأزواج فهو جيد وبيدعمك بقوة وبيعمل تقارب أو مصالحة أو شيء إيجابي بيدعمك بقوة ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو قوي جدا لدرجة أن الأمور المالية ممكن يعني يجيك رد العلاقة إما بحوال مالية أو دعم مالي أو أمور بنكية أو أشياء العلاقة بقرض بتسوي مالية أو بتيسير أمر كان صعب في خلال أيام الماضي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بلشت بالإيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو خبر بيجيك من بره بسعدك خلال هذا اليوم وفي منك رح ينشط في أمور العلاقة بالدراسة أو البحث أو المناقشة أو المراسلات أهم شيء أنك أنت ما تعصب وما تعطل بعض الأمور أو ما تجتهد فيها بشكل قوي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا متقلبة في بعض الأشياء الضاغطة فعشان يك منقول دير بالك من بيت السمعة يعني ما تخالف القوانين ما تدخل في أشياء مشبوهة حاول تنظم أمورك بشكل جيد ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية اليوم بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل بس أهم شيء أنك ما تتأخر عن دوامك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبلشت الأجواء إيجابية بيبتدعمك بقوة بتقارب أو لقاء أو اجتماع أو زيارة معينة بتجمع ما بينك وبين أصدقاء أو معارف خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط فعشان يك منقول لك برضو بدك تراقب وضعك الصحي إنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تخليها تتراكم عليك وبرضو في المقابل بدك تهتم بغذاءك وأدويتك برج الأسد طبعا القمر بما أنه كان موجود في الأسد وما زال في ساعة الظهر بده ينتقل للعذراء معناته بظل في نوع من أنواع النشاط اليوم بتحسوا أنه في طاقة إيجابية شحنتكم بتحسوا أنه في عندكم يعني ثقة بالنفس أعلى تفرضوا محبتكم ولباقتكم مع الناس بعمكم النشاط بشكل جيد ممكن أنه شوي يعني تبادروا بعمل جديد خلال هذا اليوم لكن بما أنه خلوا مسار فمنقول أنه أجلوها شوي أما من ساعات ما بعد الظهر بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية اليوم اللي إلها علاقة بالأموال بس هي أهم شيء لأمور المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فما زال في نوع من أنواع الحدية في الطباع في النقاشات في الحوارات فهذا شوي بسبب لك نوع من أنواع الضغط فعشان يكي تنشط بالتنقلات وبالاتصالات وبالمناقش ولكن الحدية والعنف ظاهر عليك حاول أنك تخفف يعني ما تنشحن بطاقة سلبية وعلى طول هيك يتعصب اشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تتجاوز هاي الضغوطات في ساعات ما بعد الظهر بتبلش الأمور تتغير نسبيا عندك وبتظهر أمامها نوع من أنواع الاعتدال في الطباع أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت بلشت الأمور أحسن بتشحنك بطاقة إيجابية وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن الاهتمام بمسائل عائلية ولكن الأفضل أنك تعمل تقارب أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء أصبحت إيجابية بتدعمك على المستوى العاطفي وبتعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم وفي منك رح يصل لمرحلة إيجابية أو قوة في التواصل ما بينه وبين الحبيب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل مرهقة أو كثيرة أو فيها بعض الأعطال فعشان هيك يعني حاول أنك ترتب لأولويات وما ترهق حالك كثير وراقب وضعك الصحي برضو بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي لآخر يوم ضاغط يعني بسبب نوع من أنواع التوتر أو المشاحني أو هيك سوء التفاهم ما بينك وبين الشريك ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتصير الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة وممكن يصير فيه تقارب ما بينك وبين الشريك أو التراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى الأموال المشتركة رغم الضغط والمطالبات أو المصاريف أو الاهتمامات بتحصيل ديون أو أشياء من هذا القبيل ممكن تكون ضغطيتك ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتصير الأجواء إيجابية ممكن تنجز كثير من الأعمال وفي منهك رح يحصل على خبر يكون جيد ويسعده أما بالنسبة للبيت التاسع ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن صعوبة في امتحانات أو في الدراسة أو في التركيز يعني شوي في الفترة هاي بتكون فيها نوع من أنواع الضغط حاول أنك أنت تركز بشكل جيد وتشحن حالك بطاقة إيجابية على أساس أنه ما يصير عندك تشتت فكري أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد وبيدعمك بقوة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن هذا الإشي يعني يسبب أو يعطيك نوع من أنواع الثناء أو الدعم من زملائك في العمل أو رئيسك في العمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فلغاية ساعات ما بعد الظهر تقريبا في ضغط ولكن الأمور بتبلش للأحسن فبتحمل لك ساعات ما بعد العصر إما لقاء أو تعارف أو اتصال أو معرفة معينة أو صديق ممكن يفاجأك في مسألة مهمة أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الأمور ضغطة متقلبة على الشأن الصحي والعملي فعشان هيك حاول أنك ما تجهد حالك كثير راقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة وفي نفس اللحظة إنجز الأعمال الضرورية بدون ما تجهد حالك برج العدراء يعني التعب هذا اللي أنتو بتشعروا فيه والتراجع في الصحة الارتباك كله والضغط هذا اللي أنتو حاسين فيه مع ساعات العصر تقريباً أو ما بعد الظهر بتبلش تخف تدريجياً بتمتلق نشاط بعد هيك وحيوية بتنقل بعض المعطيات أو الخيارات عندك بيصير فيه توجهات ممكن تناسب وضعك الحالي بتتمتع بقدرة على قلب المعطيات بشكل جذري أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور تقريباً يعني جيدة شيئاً ما ممكن هيك بيصير فيه نوع من أنواع القلق على المسائل المالية أو المشتريات أو البذخ لغاية ساعات الظهر بعدين الأجواب تصير روتينية ممكن تتحصل بعض الأمور المالية أو يجيك نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني تحمل لك نوع من أنواع الضغط فعشان هيك حاول أنك ما تعصب وما تنفعل خلال هذا اليوم ممكن تكثر عندك النقاشات أو الحوارات أو التنقلات أو الاتصالات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد جداً بيدعمك على مستوى البيت وبيعمل تقارب ما بينك وبين أفراد البيت وهذا الإشي بيساعدك بشكل كبير للتقارب أو لا حل مسألة إلها علاقة بالعقارات أو بالبيوت أما بالنسبة للبيت الخامس برضو جيد على المستوى العاطفي وبيدعمك بقوة وبيعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن اليوم تتجاوز عن مسألة معينة أو صار في مصالحة أو تقارب عاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي يعني متقلبة ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتصير الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة فممكن أنك تنجز بعض الأعمال اللي كانت صعبة عليك أو أنك أنت ترتاح من أمر كان مأرقك صحيا بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأجواء على مستوى بيت الشراكة فيها نوع من أنواع الضغط فهذا شوي يعني بسبب بعض الخلافات أو النفور ما بينك وبين الشريك بسبب لك يعني ردات فعل سلبية أو سوء تفاهم مثلا بين الشركاء المال والأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن يعني برضو على المستوى المالي بتكثر عندك بعض المطلبات المالية أو الأوراق أو القانون أو أشياء يعني بتحاول أنك تلفها عشان تمشيها بالشكل المنمق ولكن مش زابطة معك لأنه ضغطة عليك بشكل سلبي حاول أنك ما يعني ما ترهق حالك بأشياء مالية ممكن يكون فيها مخالفة قانونية حاول أنك تركز بشكل جيد بالتزام بالقوانين لأنه بيت السمعة برضو في نوع من أنواع الضغط أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن يعني ممكن هيك تحتد أو تعصب من مسألة معينة في ساعات الظهر أما بالنسبة لبيت السمعة كما ذكرنا قبل شوي يعني منقول لك أنه دير بالك من الضغوطات ما تحاول أنك تخالف القوانين ما تدخل في أشياء مشبوهة حاول أنك أنت تمشي وتلتزم بالقوانين بشكل جيد عشان أمورك تمشي إذا خالفت ممكن الأمور تصير فيها نوع من أنواع التعطيل ما تتأخر عن عملك حاول أنك تنجز العمل مو كاللة إلك ممكن اليوم يصير فيه سوء تفاهم ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء لغاية ساعات الظهر تقريبا في نوع من أنواع الضغط أو الزعل أو العتب على بعض المعارف أو معرفة أو صديق أو صديقة ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتصير أجواء إيجابية بتدعمك بلقاء أو بتواصل أو تقارب ما بينك وبين أحد الأصدقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك إنجز العمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة راقب غذائك وصحتك بشكل جيد برج الميزان بتنشطه اجتماعيا وتلتقه الأصدقاء لغاية ساعات الظهر يعني بيكون كثافة عندكو عالية خلال هذا اليوم ممكن أنه في ساعات المساء يعني يكون فيه لقاء أو زيارة أو دعوة أو أمور من هذا الإشي يعني فيه نشاط اجتماعي عندك أما فيه ساعات ما بعد الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم ما توقع على عقد ما تحسم أمر فترة سلبية وفترة فيها فراغ من الطاقة والحض لأنه موجود القمر بيصير في بيت المتاعب عندكم فهذا بشكل عبئ عليكم وضغط أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي مش حنين بطاقة جيد ولكن أنه في ساعات ما بعد الظهر ممكن نفسيا أنت تختلف الأمور عندك أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي فيه ضغط مالي في ساعات الصباح ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو مشتريات أو مصريف ولكن في ساعات ما بعد الظهر يعني بتخف هذه الأمور والالتزامات وبتصير الأجواء روتينية بتتعامل على المستوى المالي على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة للاتصالات والنقاشات والحوارات والتنقلات وبتكثر عندك الاتصالات كثير اليوم ولكن أنه بغلب عليك شوية العصبية أو الحدية في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وإيجابية على مستوى البيت وهي بتعملك نوع من أنواع الراحة أو الإطمئنان خلال هذا اليوم أو التقارب ما بينك وبين يعني أفراد العائلة أو ممكن خبر إيجابي يكون داخل البيت أو تقارب أو حل مشكلة معينة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء لغاية ساعات الظهر ضاغطة على المستوى العاطفي ولكن بعد ساعات الظهر بتصير أجواء إيجابية بتحمل نوع من أنواع التقارب أو الإنبساط أو الفرح أو المرح بدخل عليك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط على مستوى العمل بيسبب لك نوع من أنواع الإرباء ممكن بعض الأمور يعني تتعركس اليوم ما تقدر تنجز كل أعمالك بشكل جيد وممكن تشعر ببعض التواعكات أو الوساوس الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت الشراكة روتينية تتعامل أنت والشريك بشكل طبيعي ما فيه أي شيء ممكن ينكد عليكو خلال هذا اليوم إلا فيه ساعات الظهر فيه ساعتين هيك ممكن يصير فيه ردة فعل فيها نوع من أنواع السلبية حاول أنك تمسك عصابك وتتجاوزها أما بالنسبة للبيت الثامن على المستوى الأموال المشتركة الأجواء روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني ممكن تنزعج بسبب أمر مالي في ساعات الظهر ولكن مش هالأمر الكبير أو اللي بتعول عليه أما بالنسبة للبيت التاسع يعني الأجواء بلشت تتخذ بالاتجاه الإيجابي بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أشخاص خارج البلاد تكثر الاتصالات والنقاشات ممكن اليوم برضو تهتم بأمور إلها علاقة بالدراسة ولكن إذا عندك امتحانات جامعية بدك تركز بشكل جيد ما فيتداعي إلى التهور أو المغامرة بدون دراسة واستعداد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة على مستوى العمل وفي منك راح يلفت الأنظار بالنسبة له بأمور العمل وممكن أنه ينجز أعمالك صعب أنه ينجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 و 12 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات برج العقرب حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل إلى غاية ساعة الظهر بعد ساعة الظهر بتنشطوا بين الأصدقاء أو اللقاءات منكم ممكن شارك في حفلة أو مناسبة سعيدة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى البيت الأول فهو روتيني على طبيعتك بتتعامل ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن خفف من الضغط النفسي والحدية الموجودة عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء إيجابية يعني ممكن تحصل بعض الأموال من عمل إضافي أو دعم مالي أو نوع من أنواع المساعدة أو الهبات أو يعني ممكن تقلق في مسائل إلها علاقة بالدفعات أو المشتريات أو أمور فوتير وهذا إيشي طبيعي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور تقريبا يعني جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص النقلات أو الاتصالات خلال هذا اليوم بس أثناء النقاشات حاول أنك تخفف من حدية طباعك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء تقريبا لغاية ساعات الظهر بيكون فيها نوع من أنواع التوتر لكنها إيجابية جمالا ممكن تظهر بعض الأعمال أو النشاطات خلال هذا اليوم أو أمور صياني ترتيب أشياء من هذا القبيل يكون منها نوع من أنواع يعني مربك شوي ولكن تتجاوزها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فيما زالت الأجواء العاطفية عندك متقلبة خلال هذا اليوم ممكن هاي تسبب لك بعض النفور أو العتب أو الزعل على صديق معين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء قوية وابتدعمك بقوة وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية خلال هذا اليوم صحيح أنه ممكن يكون منها متعب ولكن أنه تقدر تنجزها أهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي والمالية والعاطفية وما بين الأزواج الأجواء متقلبة مرة إيجابي مرة سلبي فممكن تحمل لك بعض المشاحنات أو ردات الفعل أو الانتقاد للشريك في مسألة معينة ولكن الأجواء إيجابية بتقدر أن تستغلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة شوي في نوع من أنواع الإرباك وهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر خلال هذا اليوم ممكن ضغط مالي أو التزامات مالية أو بعض المصاريف المالية اللي ممكن يكون فيه منها مربك أما بالنسبة للبيت التاسع يعني الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط على أشخاص خارج البلاد أو القلق أو مساء الاتصالات ممكن يكون فيها خبر هيك يزعجك أو تأخر اتصال معين أو بريد أو رسالة معينة يتسبب لك نوع من أنواع القلق أما بالنسبة للبيت العاشر والبيت 11 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو ضغط فعشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وحاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد راقب صحتك غذاءك راحتك أهم شيء برج القوس طبعا القمر في البيت التاسع بده ينتقل للبيت العاشر فعشان هيك اللي بده يتقدم لامتحانة ومقابلة خلال هذا اليوم بده يستعد بشكل جيد اللي عنده امتحانة أو تنقلات بده برضه يركز لا جواء إيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة والأوراق القانونية أو المعاملات كلها لصالحك في ساعات ما بعد الظهر يعني تقريبا بده تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بوسعكم أنه اللي بده يقدم لعمل أو طلب أو مقابلة اليوم الأجواء جيدة أهم مش أنك تتجنب الخلافات واسع على تلطيف الأجواء قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي روتينية ما في لا إيجابية ولا سلبية في الأجواء أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء بلشت يعني على الوضع المالي شوي يعني تخف الضغوطات عليك ماشي مزاجيا مش مرتاح في ضغوطات في بعض المطالبات في بعض المصريف ولكن في ساعات ما بعض الظهر بتصير الأجواء إيجابية بتدعمك في قوة وممكن تعمل نوع من أنواع التقارب أو حل مسألة معينة تكون صعبة خلال فترة الماضية ماليا أو تحصل على بعض الدعم أو الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة شوي على مستوى الاتصالات صبية وحدية موجودة في الطباعة عندك بتظلها هاي لغاية ساعات ما بعد العصر بعدين الأمور بتصير إيجابية بتصير مدعوم بالحيوية وعندك قدرة على الإقناع والنقاش والاتصالات وبصير الأجواء إيجابية حواليك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ما زال فيها نوع من أنواع الضغط بسبب لك نوع من أنواع الإرباك ممكن أعطال خلافات أو نشاطات أو أعمال كثيرة بتطلب منك جهد كثير فهذا إشي بسبب لك نوع من أنواع الإرباك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية تقريبا بنقدر نحكي إنها إيجابية شيئا ما لغاية ساعات ما بعد الظهر بعد الظهر بتصير روتينية على طبيعتكم تتعاملوا مع الحبيب أو على مستوى الأمور العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس يعني ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل بتسبب لك يعني عدم القدرة على إنجاز كل الأعمال ممكن أعمال معينة ولكن بتكون مرهق أو تعب أو مزعوج من مسائل بتتعلق بالعمل وفي منكو ممكن شوي يهتم بمسائل صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي المالي والعاطفية يعني تقريبا تحمل بعض المسائل اللي فيها نوع من أنواع الضغوط أو الارتباك خلال هذا اليوم وممكن أن تخلق بعض المشاكل أو الخلافات أو سوء التفاهم ما بينك وبين الشريك بالمال أو الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأجواء ضاغطة على المستوى الأموال المشتركة وهذا منسبب لك نوع من أنواع القلق يومينه تنتهي هذه الضغوط فحاول أنك أنت ما تضغط حالك كثير يعني الأجواء مربك شوي ولكن مع الأيام القادمة ممكن تنحل بعض الأمور البنكية أو المعاملات أو تصل لأحل تسوية أما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيت الأصدقاء لغاية ساعات الظهر الأجواء يعني شوي بتحمل نوع من أنواع الحدية ولكن ما بعد الظهر بتصير الأجواء يعني تقارب ما بينك وبين علاقة أو صديق أو حفلة أو مناسبة أو لقاء عائلي أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء ما زالت ضغطة على بيت المتاعب فهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك حاول أنك تنجز العمال الضرورية والمهمة حاول أنك تأخذ قصد كافية من الراحة يعني ما تجهد حالك كثير ريح نفسك بدون وساوس وأفكار كثير برج الجدي اتفحصوا حساباتكم المالية واحذروا من أي خطوة مالية جديدة يعني بيت الأموال المشتركة شوي ممكن يكون فيه نوع من أنواع الضغط ولكن أنا شايف أنه إيجابي ممكن أنه تجيكوا بعض الأمور المالية أو الدعم المالي أو يعني يرتاح بالك بين مسألة إلها علاقة بالأموال المشتركة أما من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات الحظ بصير حليفك أكثر بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أشخاص خارج البلاد ممكن الاهتمام بالمساء القانونية تصير لصالحة أهمش أنك تكون أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن في الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم نفسيتك بتتحسن بشكل ملحوظ بصير عندك طاقة إيجابية عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني لغاية ساعات الظهر تقريبا تحمل لك النوع من أنواع الضغوطات المالية أو المصاريف أو الدفعات ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتصير الأجواء إيجابية ممكن تحمل لك فرصة لتحقيق أو تحصيل مالي أو نوع من أنواع الدعم المالي اللي ممكن يكون فيه إيجابية عالية جدا بالنسبة لك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني جيدة على مستوى الاتصالات والتنقلات الاهتمامات ولكن في ساعات يعني نحكي معينة خلال هذا النهار ممكن تكون عصب المزاج حاد الطباع ممكن يعني تتهور في تنقلاتك أو بتلفظك حتى ممكن يكون يعني العصبية ظاهرة جدا حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الرابع تقريبا الأجواء البيتية بلشت تهدى شوية شوية الأمور فيها يعني فيه نوع من أنواع ماشي فيه صعوبات أو إشي مزعجك بأحد أطراف البيت أو أعضاء البيت أو إشي له في البيت ممكن أعطال أو أشياء تظهر بشكل خفيف ولكن أن الأجواء تقريبا روتينية بلشت تنعدل بشكل إيجابي على المستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي متقلب ما بين إيجابي وسلبي طول اليوم فعشان هيك منقولك دير بالك من سوء التفاهم أو الحدية في الطباع مع الحبيب أو خلاف يصير ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد بيدعمك بقوة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن أنه برضو ممكن أنه يخليك ما تقدر تنجز كل الأعمال يعني فيه أعمال ممكن تتراكم عليك أو تشوف أنه حمل كثير ما تقدر تنجزها اليوم فتأجلها إلى يوم ثاني ولكن أنا بقول لك أنه في ساعات العصر تقريبا تقدر تنجز كثير من هاي الأعمال وترجع لطبيعتك النشطة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيد على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفي وهذا بعمل تقارب ما بينك وبين الشركاء وخصوصا ما بين الأزواج بتتعاملوا على طبيعتكم وهذا الإشي جيد جدا أما بالنسبة للبيت الثامن والبيت التاسع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو جيدة على مستوى بيت السمعة وهي بتدعم من علاقاتك ممكن أنه اليوم تنجز بعض الأعمال أو المهام أو يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو أحد الأشخاص اللي بعملوا بالشركات الكبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 فشايف يعني بيت الأصدقاء رغم كل الحدية والضغطات ولكن في ساعات ما بعض الظهر بتصير الأجواء إيجابية ممكن تعمل لك نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو لقاء أو يعني اجتماع بصديق معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الأجواء ضغطة فعشان هيك يعني بتعمل بعض التقلبات عندك فممكن تنجز الأعمال الضرورية والمهمة أهم شيء حاول أنك تحافظ على صحتك على لياقتك على طعامك على غذاءك أدويتك عشان الأجواء تصير إيجابية وتدعمك بقوة برج الدلو بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة المالية والعاطفية أهم شيء أنكم ما تلتزموا بشيء ما بتقدروا على تحقيقه مع الطرف الآخر له الشريك شريك المال أو العاطفة أو الأزواج أما بعد ساعات الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة ومصير اهتمامكم على الأمور المالية إنجز الواجبات بدقة حتى لو كثرت عليك الأعمال أو المتطلبات أو النشاطات خلال هذا اليوم حاول تنفيذها دون تردد ما تلتهي بأمور ثانوية أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا ما زالت ضاغطة لأن القمر موجود مقابلك مباشرة فعشان هيك بس ينتقل للعدراء بتخف عليك الضغطات ولكن ما بتنتهي يعني بدها لسه كمان برج لحديث ما توصل للميزان لحديث ما أنت تنتعش أمورك بشكل أقوى ولكن ابتداء من بكرة تقريبا نفسيتك بتتحسن شيئا ما أما بالنسبة للبيوم لغاية ساعات الظهر بتكون مضغوط ولكن بعد الظهر بتتحسن نفسيتك بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء على المستوى الأمور الأموال ممكن بعض المصاريف أو المتطلبات في منكو ممكن يحصل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو دعم معين أو مساعدة أو نوع من أنواع الهبات أو الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فعلى مستوى النقاشات والاتصالات تبتد إنشاط اليوم بالاتصالات والنقاشات والحركة خلال هذا اليوم ولكن أنه بيغلب عليك نوع من أنواع الحدية بالطباع أو ردات الفعل العصبية بدك يعني تحاول تركز على حالك ما تضغط حالك كثير وما تعصب كثير أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت ممكن بيحمل بعض المشاحنات أو الضغط أو الأعباء أو بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أو خلاف ما بينك وبين أفراد العائلة ولكن الأجواء بتقدر تقلبها بشكل جيد وخصوصا أنه الحدية مش طول النهار يعني هاي الحدية لغاية ساعات الظهر بعدين بدأ تصير إيجابية وبتدعمك بقوة فممكن أنت تتجاوز كل الضغوط عشان ترتاح آخر النهر أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء العاطفية في مسألة عاطفية أو قلق باتجاه الحبيب ممكن في ساعات الصباح لغاية ساعات الصباح من ساعات الظهيرة بتطمئن بالك وممكن يصير تقارب أو تنحل مسألة معينة عاطفية ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغط على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم ممكن ما تقدر تنجز كل شيء ولكن أنه إجمالا يعني ممكن أنك تنجز الأعمال الضرورية فقط خلال هذا اليوم وتترك الباقي أو للعصر أو لما بعد الظهر ممكن تقدر تنجز الجزء الباقي أما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء جيدة على مستوى العمل أو العمل مع المؤسسات الكبيرة أو على مستوى التعامل مع زملاء عمل أو رؤسائك بالعمل أو يعني إيجابي وبيدعمك بقوة ممكن تنجز بعض الأعمال اللي كانت صعبة في الأيام الماضي أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء ممكن أنه لغاية ساعات الصباح يعني يكون فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع ولكن بعد ساعات الصباح بترتاح شوي ممكن يصير فيه صديق أو اتصال أو أمر بتعلق في أحد المعارف يعني ينعشك أنه هذا خبر جديد جايك بالفترة القادمة اللي يساعدك أو يدعمك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فمازال ضاغط فعشان هيك منقول لك إنجز العمال الضروري والمهمة خلال هذا اليوم وحاول أنك تراقب غذائك وراحتك بشكل جيد ما تجهد حالك كثير يعني العمال المهمة وتفي بالغرض برج الحوت واصلوا عملكم السابق وانتبهوا لصحتكم حاولوا تنجزوا العمال ما تخلوها تتراكم عليكم خلال هذا اليوم أما في ساعات ما بعد الظهر بترغبوا في تعزيز شراكتكم كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور طبعا القمر في البيت السادس بده ينتقل مقابلك مباشرة للعذراء فعشان هيك بتكون هذا بيت الشراكي المالي والعاطفية بضغطك شوي على مستوى الشراكي وبرضو على المستوى الصحي بدك يدير بالك لأنه بخفف من طاقتك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الأول على المستوى النفسي ما زالت الأجواب فيها نوع من أنواع الضغوط السلبية أو النفسية المتقلبة عندك مشحون بطاقة سلبية عالية جدا فعشان هيك يحاول أنك تتجاوز هذه المرحلة تشحن حالك بطاقة إيجابية بديلة لعلها رفع عن نفسك أو إلهي حالك بأشياء عشان تطلع من هذا الجو أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الأمور المالية تقريبا الأجواء شيئا ما اليوم أحسن من الأيام الماضية يعني ممكن تلوع بعض الفرص المالية من عمل إضافي أو تحصيلات مالية أو دعم مالي أو استرداد لبعض الأموال ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك لأنه ضغط المصاريف ممكن يربكك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء على مستوى النقاشات يعني عندك نقاشات عندك اتصالات بتقدر تتواصل بتقدم امتحاناتك كلها هاي الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن حدية الطباع اللي موجودة عندك والعصبية وردات الفعل السريعة اللي بتسبب لك بعض المشاكل أو ممكن تعطل عليك هاي الأمور اللي احنا ذكرناها أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية بالطباع ممكن خلاف مع أحد أفراد العائلي أو أعطال الزيادة التزامات الزيادة مهام الزيادة قلق على أحد أفراد العائلي يعني أشياء بتتعلق بالبيت أو العائلي بهذا المنطق اللي احنا قاعدين نحكي فيه أما بالنسبة للبيت الخامس يعني على المستوى العاطفي برضو أنت قلق بشأن عاطفي أو مهمل مقصر بشأن عاطفي مع الحبيب أو هو مقصر معك في هذا اليوم يعني الأمور العاطفية شوي فيها نوع من أنواع الإرباك حاول أنك تركز بشكل جيد وما تستفز الحبيب أكثر على أساس أنه ما تكبر الفجوة أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن تقريبا روتيني ما في أي شيء على مستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا برضو روتيني يعني ما في أي شيء على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور الدراسة والنقاشات على طبيعتك بتتعامل خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال المهمة على مستوى الشركات أو يصير فيه إلك تعاون مع شركة معينة أو مع زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء لغاية ساعات الظهر الأجواء ضاغطة ولكن بعد ساعات الظهر ممكن تحمل لك لقاء أو مقابلة أو اتصال أو تكاثف ما بينك وبين صديق أو معرفة وممكن يكون فيه دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك المتاعب فأنا بقول أنه ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط يعني ممكن اليوم أنه تنجز بس العمال الضرورية تهتم بصحتك أهم إشي تهتم بصحتك بأدويتك ابعد عن الوساوس قدر الإمكان ما تخلي الوسواس أنه يسيطر عليك كثير حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية زي ما حكينا والمهمة راقب غذائك أكلك شربك أدويتك هذا أهم شيء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء سبحانك اللهم وبحمدك أترككم في رعاية الله وحفظه